مجزولا ثالثة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الأميرة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بمدينة جدة وأعرب الرئيس السيسي في صفحتي رسمية لمواقع التواصل الاجتماعي عن ساعدته بلقاء الأميرة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وعن امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال والضيفة وأكد الرئيس السيسي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وعن تطلعه لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين من جنبه صرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي الأحد السعودي الأميرة محمد بن سلمان أشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات مشيرين الأهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي أكد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مواصلة التنصيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية شهد الرئيس عبدالفتح السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وصولا لتحقيق المستهدف من إقامة مثل هذه المشروعات المهمة وقع الرئيس الروسي بلاديمير بوتن مرسوما بإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمحاربين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا وفي الأعمال القتالية في دونبس منذ عام 2014 وذكر الكراملان أن الصندوق سيساعد أفراد العائلات الذين توفوا أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية إذا حدثت الوفاء نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة في الأعمال القتالية نهاية ومجازة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لكم اشتركوا في القناة